كرة نار تعديل قانون الانتخاب على طاولة اللجان النيابية المشتركة وانقسامات عمودية طائفية تعكس صراعا بين القوى السياسية لن يتأخر بالانفجار فالجميع رفع راية التحضير للانتخابات التي تكتسب أبعادا موجودية هذه المرة لكن عين بعض الكتل تميل إلى التأجيل وإن لم تقلها جهارا بعد القوات اللبنانية تطالب بانتخابات مبكرة وتتمسك بالقانون الموجود الطيار الوطني الحر يصر على إبقاء تقسيمات الدوائر كما هي عليه وكذلك بالنسبة للصوت التفضيلي حزب الله يتمسك بلبنان دائرة واحدة مع النسبية وهو ما تصر عليه أيضا كتلة التنمية والتحرير كما تعمل للإطاحة بالصوت التفضيلي أما طيار المستقبل فيعتبر أن تشكيل الحكومة هو المفتاح في وقت يرفض لقاء الديمقراطي القانون الحالي وتبقى المواجهة الأكثر احتداما بين نواب الرئيس نبيه بري ونواب الطيار الوطني الحر على كل حال الهرج والمرج في جلسات اللجان المشتركة تكشف خلافات عمودية حول مواد في القانون تحتاج إلى تعديل لسيما التقنية منها كالبطاقة الممغنطة وانتخابات المختاربين وهناك اقتراحات لتعديل المواد المتعلقة بالصوت التفضيلي وخفص للإقتراع وإنشاء الميجا سنتر أي مراكز الإقتراع التي يمكن للناخب الإقتراع فيها لا في مكان سجل قيده ويكبر الصراح حول ما ينص عليه القانون من انتخاب لستة نواب يمثلون المختاربين بظل وجود مساعن لتطيير حق المختاربين بالتمثيل إذن تبخت بحث قانون الانتخاب لا تبشر بالخير وكلما مر الوقت من دون حكومة يتعظم الشك بإجراء الانتخابات أما ما هو مؤكد فهو وجود خطة جهنمية بدأت ترتسم في الأفق لتطيير الانتخابات النيابية المقبلة وإبقاء القديم على قدمه والتمديد للمجلس النيابي فهل تجتمع المصالح بسحر ساحر فتنجح سلطة الفساد بذلك؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر